في اطار متابعتها لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة السورية واصلت اللجنة الوزارية لقاءاتها التشاورية حيث التقت اعضاء المكتب السياسي للتيار الوطني لانقاذ سوريا اكدت دكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اهمية النتائج الاجابية التي اثمرت عن اللقاءات السابقة للجنة الوزارية مع مختلف مكونات الشعب السوري والمتمثل بالتوصل الى رؤى وافكار تعزز مسيرة الحوار الوطني ونوه رئيس مجلس الوزراء بدور الاحزاب والتيارات الوطنية السياسية بتعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف والايمان بالتشاركية وفتح حقيقة ما يحاك ضد سوريا من مؤامرات تستهدف وحدة سوريا ارضا وشعبا وقدم الدكتور الحلقي عرضا سياسيا شاملا اكد فيه انه بعد الاعتداءات الارهابية الاسرائيلية على الاراضي السورية لا مجال بعد اليوم للتردد او التخاذل او التقصير او النائب النفس او الصمت فسوريا لن تسامحنا جميعا ان تخاذلنا او ترددنا في الدفاع عنها وحمايتها حيث بات المطلوب من جميع ابناء شعبنا بكافة اطيابه ومكوناته الوقوف صفا واحدا ضد هذه المؤامرات وسحقها وهزيمتها واعادة بناء سوريا الجديد القوية والمنيعة واكد رئيس الوزراء ان طبيعة المؤامر ومكوناتها تكشفت واصبحت واضحة للجميع من خلال التعاون والتنسيق بين اسرائيل والمجموعات الارهابية التكفيرية الوهابية بما فيها جبهة النصرى وغيرها واشاد رئيس الوزراء ببطولات جيشنا الباسل في التصدي للمجموعات الارهابية المسلحة ودحرها واعادة بسط الامن والاستقرار لربوع وطننا الغالي بالاضافة الى سعي الحكومة لمواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة من خلال تأمين متطلبات سمود شعبنا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية على كافة الاراضي السورية اعضاء المكتب السياسي للتيار الوطني لانقاذ سوريا اكدوا تأييدهم للمبادرات السياسية التي اطلقها السيد الرئيس بشار الاسد باعتبارها اجندة وطنية وخارطة طريق حقيقية لانهاء الازمة بالطرق السياسية مستنكرين الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي السورية منوهين باهمية البيان الذي صدر عن الحكومة السورية في هذا المجال الهجوم اللي صار بيفضح بشكل واضح وجلي مدى الارتباط الهرمي اللي بان اتنان مع بعضهم بان اسرائيل وبان رؤوس الهرم في ما يخططوا للخراب في سوريا ما يهم المواطن السوري هو شيئين اساسيين من وجهة نظرنا هو توفر الامن والاستقرار ولقد بدأ جيشنا البطل بدك اوكار الارهاب وخلاياهم وحقق انتصارات بالمعنى العسكري بالقاموس العسكري انتصارات تكتيكية واستراتيجية في ريف دمشق وريف الحمصي والريف الحلبي وايضا النقطة الثانية التي تهم المواطن السوري هو تأمين كرامة المواطن ولقمة العيش اي ان نقصد الوضع الغذائي اللوجستي للشعب السوري وهذه من اولويات اهتمامات الحكومة الحالية والتي اكدنا عليها واكدنا ايضا على مسألة اخرى بالانفتاح على كل المعارضات الوطنية وضرورة انخراطها في هذا البروسيس السياسي وفي عملية الحوار الوطني الشامل تدرجنا بسياق الحديث في تحضير مؤتمر الدولي التضامن مع سوريا والتي سيكون من صفة برعاية التهيئة الوطنية لانقاذ سوريا وهو من المجتمع المدني فالتحضير قريبا جدا ان شاء الله فسيكون المؤتمر على مستوى العالم بخصوص موضوع المؤتمر الذي سيعقد المؤتمر الكونفرنس الذي سيعقد في الثانية والعشرين والثالث من عشرين من حزيران في دمشق هو مؤتمر للتضامن مع سوريا سيحضر شخصيات معروفة بمواقفة الوطنية على الصعيد العربي وسيحضر ايضا شخصيات اعلامية وشخصيات من المجتمع المدني ان جي او من جهتها دعت اللجنة الوزارية جميع القوى السياسية والمجتمعية السورية الى التضامن والتلاحم والتمسك بالقيم الوطنية والاخلاقية السورية لمواجهة العدوان الاسرائيلي السافر والمباشر على سوريا والذي يشكل حلقة جديدة من حلقات العدوان المستمر منذ اكثر من سنتين وقد ابدت اللجنة الوزارية ارتياحها للمعلومات المتوفرة حول رغبة مجموعات من المسلحين السوريين الانضواء تحت لواء المؤسسة الوطنية العسكرية لمواجهة العدو الصهيوني او من خلال مواجهة تنظيم جبهة النصر الارهابي والعمل لتحرير الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان